بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرهينيوس فرق بين الأحماض القوي والضعيف قال إن الحمض القوي يكون تام التأيين يعني إذا حطيته بالماء يتفكك كله شوف كله يصير H+, وكله يصير CL- ما يبقى ولا نتفه من HCL اللي هو حمض الهيدروكلوريك الأصلي ما يبقى منه ولا نتفه في المحلول بينما الحمض الضعيف ما يتفكك كامل ما يتأين كامل قليل التأيين يعني هذا الحبيب ما يختفي من المحلول يبقى موجود نسبة منه التفكك وتسوي أيونات والبادي ما يختفي القاعدة القوية نفس الشي تامت التأيين التفكك كامل بالماء ما يبقى منها ولا نتفه تصير كلها أيونات ما بين كاتيون وما بين اللي هو الأنيون أما القاعدة الضعيفة قلة التأيين لا يكون القاعدة موجودة باجي منها شوية في الماء لأنها ما تفككت كاملة درجة التأيين قال لك هي عدد المولات المتأينة على عدد المولات الكلية يعني شكثر تأيين من الأصلي فعندك مثلا الـ HCL هذا حمض قوي 10 مولات دخلناها راح تفكك بالكامل لأن حمض قوي كلها يتفكك إذن درجة التأيين راح تكون عدد المولات المتأينة 10 عدد المولات الكلية 10 إذن درجة التأيين مالته 1 1 ولو يبنى حمض ضعيف مثل حمض الأسيتيك مثلا حمض الخل حطينا مننا 10 مولات اللي بتفكك منهم مثلا راح يكون ثلاثة مثلا خلاص إذن درجة التأيين مالته هي عدد المولات المتأينة اللي هي ثلاثة على عدد المولات الكلية اللي كانت موجودة بالأول اللي هي عشرة إذن راح تكون درجة التأيين 0.3 إذا عندك أي تعليق الله يخليك حطه في الكومنت والحمد لله رب العالمين